بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة قبل أن نبدأ بالشرح نسأل أسئلة خمسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ خلقنا لنوحد الله حق الله على العبادة لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل شيئا من العبادة إلا بالتوحيد لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد لا يدخل جنة لا موحد تكثير الحسنات تكفير السيئات دعوة الأنبياء ورسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن أسألك إنسان يقول لك هل أنت موحد تقول نعم وأنت لا تعرف التوحيد؟ معنا كاذب إنسان يقول لك إنسان يقول لك ما هو الشرك الذي يحرم الله عليك؟ إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لك ما هو الشرك الذي يحرم الله عليك؟ رأس الكفر أبو جهل كان يعرف التوحيد ولهذا لم يرضى إنسان يقول لك أبو جهل كان يعرف التوحيد كذلك هل تريد أن يكون أبو جهل يعرف التوحيد طبعاً لم يدخل بالدين هو رأس الكفر لم يدخل بالدين للم عlında يعرف التوحيد وأنت لا تعرف التوحيد؟ لا يزد 그런 land çekبوا أن الوحيد نحن لا تقول لك ويأجب كان يؤدي يؤدي شيئا نعم والله أعلم